أحبتي في الحلقة الثانية تبدأ ردع الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم قبل أشهر من ظهور الهلال تستبشر ردع وجاراتها بمقدم الشهر فيستعدون بالذاكرة العاطفية بما حفظوه عن أمهاتهم وجداتهم من أهازيج لاستقبال الشهر الكريم وتشتد الفرحة والاستعدادات لقدومه حيث يتحرك الجميع ردعه والنابوش كل في مسار هو فيما يخصه من أعمال ودواب ومتابعة لإحتياجات الخارجية كإحضار الماء ومتطلبات الهوش وجلب لوازمة البيت وهي فيما يخصها من متطلبات المنزل وأحيانا نراها تنشد وتغني وهي تفكر باللي تشاه وترضف بيتها وتحوس حول المركب وامثاثي وكل ما هو في متناول يدها تضع الأولويات أمامها وتقوم بالجدول البيولوجية على أهزيج لدعه في استقبال شهر رمضان هذه الأهزيج بعض منها رمضان جانا بخير وبركة والسعادة يسهل الله مره وتنقضي كل حاجة يا شمس يا غريبة تحيري لقليل يا شمس يا غريبة تحيري لقليل وجرتي خليا وحطبي في منظير لا تكشفي حالنا والحال حال جميل يا ربنا عيننا تمم صيامه بخير هذا نوع من الهزيج وهناك أيضا نوع آخر يطلق في الصيام أيضا تشجيع للأطفال وترديد له وهو كالتالي الثانية تقول صيماني صيماني عند رب العالماني والمأذن شايذن ويقول الله أكبر قهوة مهندير زنا حاليا من غير سنكر عمعلي أذن وذكر وتصدق له بقرشين على هذا المشهد وهذا النشيد الأخير نستودعكم الله ولا لقاء قادم إن شاء الله في حلقة أخرى من ردعه أيام زمان شكرا لكم